الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فلا نزال في سلسلتكم الممتعة الماتعة لماذا تركت الوهابية ونحن نعلق على رسائلكم ونعرض الحقائق وأكرر ما ذكرته في تسجيل سابق يعني أننا نفضل أن يقوم بعض إخواننا الفضلاء هؤلاء ممن لا يعيش في ظروف خطرة أو يخشى على حياته في البيئة التي يعيش فيها أن يكتب لنا أو أن يسجل لنا تسجيلا صوتي قصيرا يبين لنا تجربته نعم ونحن مستعدون أن ننشرها على قناتنا نعم هذا فيها أجر عظيم وفيها هداية للمسلمين نعم وإذا كان يرى أنه كان عليه خطر خاصة إذا كان في بيئة لا تسمح بهذا يمكن أن تحجب الصورة بطريقة ما لكن نريد يعنينا الكلام أو حتى الكلام الصوت يغير بوسائل هم يعرفونها الأخوة هذا فنحن عندنا استعداد لننشر هذا الكلام لكن نقرأ لرسالة أخينا هذا يقول أنا تركت الوهبية بسبب أن من مكن لهم هم الغرب وأنهم يعصمون حكامهم من الخطأ ويقولون إنهم أئمة وعندما بحثت في تاريخهم وجدت أنهم قتلوا أهل مكة والمدينة والجزيرة وقالوا عنهم إنهم مشركون ثم بدأت أبحث أكثر عنهم حتى تيقنت من أنهم ليس لديهم منهج ثابت وليس لديهم صدق في نقاشاتهم وفتواهم ولا يحبون الصدع بالحق أو يخافون هذه رسالة موجزة من أخينا يقول حينما تتبع تاريخ الوهبية وجد أنهم يعيشون بحبل من الناس ما هو الحبل من الناس هنا هو الدعم الغربي وهذه حقيقة لا تخفى إلا على أكمه عمي بالرمد لكثرة الرمد أصابه العمى منذ البداية وإلى النهاية هذا الفكر طالما تسألت وأنا صغير أقول أي شيء ينتمي إلى الإسلام في بلادنا في بلاد الشام أو العراق أو مصر أو غيرها أي شيء يصرح بخاصة قضية تحكيم الشرع والشريعة إذا ما أعلن هذا الدنيا ترتجف ويحارب من يدعو إلى هذا إلا في النموذج الوهابي فمسموح لك أن تحكو أن تحكم الشريعة ولا سيما حينما ظهر النموذج الداعشي الذي هو التطبيق الحقيقي للشريعة الوهابية في تكفير من عليها لماذا لماذا يتساهلون مع هؤلاء بينما يشتدون جدا في حرب أي مسلم آخر يريد أن يطبق الشريعة على طريقة الأئمة الأربعة هذا التساؤل البريء كان يأتي إلي ثم بعد ذلك تتبعت الأمر ورأيت هذا الشيء الآن لا أريد أن أخرج عن الموضوع كثيرا أنا الحقيقة من الناس الذين لا يحبون الحديث الحكام أنا لا أحب الحديث الحكام تمام يعني لست ممن يتقرب إلى الله بالارتماء في أحضانهم وتسويغ بلائهم على المسلمين لست من هذا الصنف وكذلك لست من الصنف الذي يتقرب إلى العامة بشتيمة الحكام فلا أحبهم ولا أسبهم هذا من هجي في الحكام إلا من رحم الله طبعا لا أعامل بلا شك فيهم حكام يبتغي الله والدار الآخرة وإن كان على حسب جهده على حسب طاقته ولكن الغالب في حكام المسلمين ما على الأسف الشديد هذا يعني همه الأكبر هو أن يبقى في الكرسي يعني شهوات الرجل وتأمين حياته وحياة أولاده بعد ذلك في أرصيدات دول أجنبية أنا لست من هذا لست ممن يعني يتقرب إلى الحكام ولست أيضا ممن يحارب الحكام منهجي أن هذا الحاكم المسكين مبتلى ببلاء عظيم يجعله في حرج كبير يوم القيامة لأنه جعل نفسه في مكان عظيم ولم يحقق العدل الذي أمره الله تعالى به إلا من رحم الله هكذا حتى لا تكون غيبة جماعيا نقول إلا من رحم الله يعني إذا كان إنسان على خلاف طريقتنا هذه فتناله رحمة الله جل جلاله فأنا لست من هذا الصنف لكن أخونا هذا ماذا يقول يقول أن من مكن لهم هو الغرب هذا كلام يعني حق مطلق ومن أراد أن يعرف ذلك بشكل واضح فما عليه إلا أن يتتبع سيرة المشبوه محب الدين الخطيب هذا الرجل المشبوه الإمام الكوثري يقول لا يوصلي أنا قلت كبيرا كيف الكوثري يا يقول ترك الصلاة والصيام وانشغل بالكوثري قلت الكوثري خصم هذا رأس أهل السنة والثاني رأس أهل البدعة فربما يعني يعني يتساهل في النقل فقرات لابن أخته الشيخ عالي الطنطاوي حينما زاره في بيته في القاهرة فقالوا العجيب أنه لم يقم إلى الصلاة أحد حينما حصل الصلاة الصبح يقول له العجيب لم يقم أحد من أهل البيت كله ما كذا لم يقم بيدخاله والراوي من على الطنطاوي في ذكرياته هذا الرجل المشبوه زكاه فارس الخوري أو واحد ثاني من أصحاب فارس الخوري فارس الخوري نصراني معروف لكنه وطني النصراني سوري مسؤول كبير في الدولة في الدولة ولكنه يعني عنده من أهل الوطنية يعني له حقيقة مواقف مشهودة في الدفاع عن سوريا الوطن طبعا نصراني هو لا يعنيه الدين زكاه هو أو واحد من أصدقائه فقبل موظفا في السفارة البريطانية هذا الموظف في السفارة البريطانية بعد حين يكون هو أكبر ناشر للتراث الوهابي حينما يوقف في بعض البلاد أوقفته السلطات البريطانية تأتي برقية من مكما هون إن السيد محمد دين الخطيب في مهمة لبريطانيا العظمى ما السر في هذا أنا أبحث عن حقيقة طيب طهر الجزائري يبعث فيه رسالة ينقولها عنه تلميذه المحب له من محمد كرد علي محمد كرد علي في ذكرياته ومذكراته طبعا محمد كرد علي رئيس المجمع اللغوي في سوريا وهو أول من كتب مقالة بعنوان الدعوة الوهابية وهو منتصر لهم جدا ويراهم اتباع الإسلام الصحيح هذا محمد كرد علي أنا لا أتكلم عن استيافه في إيطاليا وفي بريطانيا وفي ألمانيا وفي تلك البلاد لا أتكلم عن هذا هذه قضية شخصية وربما يكون غنيا ولكن يروي رسالة شيخه طهر الجزائري حينما يخاطب نائبة وزير نائبة وزير الخارجية البريطاني ويقول لها في التوقيع المخلص لبريطانيا العظمى أو للأمة العربية وبريطانيا العظمى في التوقيع يعني يرسل سير المخلص لكم مخلص لبريطانيا العظمى وأكبر شيخ وهابي في سوريا ما الذي يحصل هل الأمة كانت نائمة إلى هذا الحد محمد كرد علي يكتبه في كتاب مطبوع يا ليس سرا وكتاب موجود بين أيديكم منكم ترجعوا ليه نشرته في فيسبوك مرة وذكرت هذا النص كما هو صورته دعم الغرب واضح تماما ليس سرا ولذلك ليس للوهابية موقف واحد أقصد للهيئة الوهابية العليا ليس واحد منهم هؤلاء بعد أن وجد نفسه طريدا فريدا في الجبال دفعوا له التذكرة فسافر يقاتل في سبيل الله حينما أراد أن يعود إلى بلاد قال لن تعود فحولوه إلى إنسان دموي هذا نعم خرج على جميع الحكام والحكومات لا أتكلم عن هذا أتكلم عن الهيئة الوهابية العظمى ما هي مواقفهم في قضية فلسطين التي هي قضية المسلمية الكبرى ما هي مواقفهم في ضد أمريكا التي تتضل المسلمين صباحنا من المساء دعوا إلى الجهاد ضد روسيا نعم الروس مشركون صحيح مشركون الروس كفار ملاعدة استاليون أعلم هذا استالينيون أعلم هذا استالينيون ماتبع استالين يعني هذا حق ولكن لم تقاتلوا من أجل الإسلام اتكتت اللحة من أجل ماذا؟ بأمر من السياقية أمريكا فأنتم تقاتلوا أن تحت رائعة أمريكا من أجل تحطيم الجيش الأحمر ليس الجهاد في سبيل الله يعني لن نرجع أن نغالط يعني هذا السر يعلمه جميع الناس إذن الغرب مكن لهم كذلك يقول يعصمون حكامهم من الخطأ أنت لستم متتبعا لهذه القضية لكن يعني يقول لا يوجد نار لا يوجد دخان بدون نار يعني الإخوة تكاثروا في هذا يقول هم لا يخطئون الحاكم أبدا وأنا بدأت أطمئن إلى هذا وأراه صحيحا حينما حصلت قضية قيادة السيارة حينما كان الحكام يمنعونها كانت من الكبائر لم يصرحوا بينها من الكبائر لكنهم يمنعونها من عمباتا وبشدة ويأتون بتعليلات وأشياء حينما سمح الحكام والحقيقة الحكام يشكرون على هذا طبعا لستم من يتقرب إليهم لكن يشكر جزاه الله خيرا حينما يبيح للمرأة شيء نباحه الله تعالى لها يعني هذا حتى لا يجتمل الإسلام يعني الإسلام دين يحرم قيادة المرأة للسيارة غير صحيح هذا كلام فحينما الحكام سمحوا بهذا تحول طائفة المشايخ إلى التسبيح بحمد الحاكم بكرة وأصيلة إيش هذا؟ إيش هذا؟ هو ذات الحاكم كان يمنع فصار يسمح نعم يقول وعندما بحثت في تاريخهم وجدت أنهم قتلوا أهل مكة والمدينة والجزيرة هذا حقيقة شيء يدمى له القلب شيء حقيقة مؤلم مكة والمدينة وصحي لأخينا هذا لم يحصل قتل وقتال كبير الذي حصل للمذبحة الكبرى حصلت في الطائف وفي أماكن أخرى الطائف نعم استبيحت بيضتها وقتل حتى الأطفال أما مكة والمدينة للرعب الذي حصل في الطائف سلموا مباشرة قالوا إنهم مش يكون بلا شك قالوا هذا تاريخ بن بشر وتاريخ بن غنام يعني مليء بهذا بتكفير المسلمين قاطبة يقول ثم بدأت وأبحاث عنهم حتى تيقنت من أنهم ليسوا ليس لهم منهج ثابت صحيح هذا ليس لهم صدق بلا شك يكذبون على مخالف بلا شك ويستبحون هذا ولا يصدعون بالحق وهكذا إذن هذه رسالة أخوة رسالة أخرى من أحد الأخوة جزاه الله عننا خيرا وإن كانت مجزة بارك الله به أجاد وأفاد وأخذ دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله واسدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر